رحلات متعددة الاتجاهات هكذا يمكن وصف مسار المسلحين والمرتزق الموالين لتركيا والتي لم تتوقف عند ليبيا كما أعلن ولكنها شملت دولا أخرى المرصد السوري لحقوق الإنسان بيّن أن رحلة ما كانت إلا ذريعة للبعض للانتقال أو الهروب إلى إيطاليا إذ وصل منهم بالفعل 17 عنصرا ووفقا لذويهم ومقربين منهم فإن الذين خرجوا عمدوا منذ البداية إلى اتخاذ هذا الطريق جسرا للعبور إلى إيطاليا فما إن وصلوا إلى هناك حتى تخلوا عن أسلحتهم وتوجهوا إلى إيطاليا كما أن قسما منهم توجه إلى الجزائر على أن تكون بوابة الخروج إلى أوروبا ووفقا للمرصد تتواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك وارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس إلى 2400 مرتزق أما الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية للتدريب بلغ نحو 1700 مجند ويشمل التجنيد مناطق عفرين ومناطق درع الفرات ومنطقة شمال شرق السورية والمتطوعون هم من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء سقور الشمال والحمزات وفعلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند ويرجع مراقبون أسباب الرغبة في التجنيد إلى استغلال أنقرة الحاجة المادية والعوز لهؤلاء حيث يصل راتبهم في ليبيا إلى 2000 دولار وفق شهادات لمتطوعين حصل عليها المرصد وهم بالغالب من المهجرين من وسط سوريا وريف دمشق إلى عفرين وإدلب مراقبون يرون أيضا أن تعدد وجهات المسلحين يتزامن مع حاديث متضاربة للرئيس التركي الذي أكد إرسال خبراء ومدربين لليبيا تارة ولوح بإرسال قوات تارة أخرى ثم أعلن الالتزام بنتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية مؤخرا